اشتركوا في القناة وهي المذكورات في هذه الآية لأن التذكر بالتفكر والشكر بالعمل فاستفادة الإنسان مما خلقه الله له وجعله لأجله لا تكون إلا بهذه الثلاثة وهذه الثلاثة متوقفة على ثلاثة أخرى لا بد للإنسان منها فالعمل متوقف على البدن والفكر متوقف على العقل والإرادة متوقفة عن الخلق المتين فلهذا كان الإنسان مأمورا بالمحافظة على هذه الثلاثة عقله وخلقه وبدنه ودفع المضار عنها فيثقف عقله بالعلم ويقوم أخلاقه بالسلوك النبوي ويقوي بدنه بتنظيم الغذاء وتوقي الأذى والتريض على العمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة